بسم الله الرحمن الرحيم نبات النهاردة هو نبات القرطم أو كما يطلق عليه العصفر النبات ده من النباتات المهمة جدا جدا كل جزء هذا النبات أنا بسميه النبات الساحر لأنه كل جزء من النبات ده بيتم استخدامه النبات ده بيتحمل أقصى أقصى الظروف هو نبات القرطم بينتج عندي البتلات اللونها أصفر لغاية اللون الأحمر دي يطلق عليها العصفر اللي مجازا بيسمى الزعفران الكازب لكن هو مصدر لانتاج البتلات دي اللي بتستخدم كصبغات طبيعية للتلوين سواء للمنسوجات أو تلوين الأطعمة كمواد غذائية النبات ده بينتج بزور البزور بتاعته اللي هي بتنتج من الجزء اللي تحت البتلات البزور بتنتج من هنا هذه البزور يتم الحصول من خلالها على زيت من أفضل أنواع الزيوت اللي بضاهي زيت الزيتون الكازب اللي ناتج بعد عصر الزيوت نسبة عالية من البروتين يستخدم كعلف حيواني النبات ده مهم جدا جدا سواء لانتاج الزيوت أو لانتاج الصبغات الطبيعية نبات القرطم أو نبات العصفر وبيزرع في المناطق المهملة المناطق اللي مش محتاجة رعاية كبيرة اللي بتعاني من المشاكل في الملوحة النبات ده أتمنى أنه الدولة فعلا في الفاجوة اللي موجودة عندنا في المحاصيل الزيتية أنه يتم الاهتمام بنبات القرطم ويتوسع فيه لأنه فعلا من النباتات المهمة نباتنا نهاردة هو نبات القرطم أو العصفر انتظر إلى الفرapa Lancashire